إلى ملفنا الثاني ونتناول فيه تطورات في المشهد العراقي حيث كشفت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير جديد لها عن الطريقة التي اختفت فيها مليارات الدولارات من خزينة الدولة العراقية التقرير ذكر أن لغز اختلاس موارد الضريبة لم يحدث على ما يبدو دون مساعدة جهات في المناصب العليا في البلاد وأضف التقرير أن العراقيين أطلقوا عليها سرقة القرن التي كانت حديثة كل الناس في العراق ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن عملية السرقة لم تكن لتتم دون مساعدة مسؤولين بارزين وكشفت عن سلسلة من الرسائل وقعتها مؤسسات حكومية بما فيها مكتب رئيس الوزراء في حينه والذي ألغى عملية التطقيق على سحب الأموال من حسابات مصلحة الضريبة العراقية الصحيفة أيضا تحدثت عن ضعف المؤسسات الذي كان مهيئا للاختلاس فيما ستكون أكبر فضيحة فساد في ظل رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظم المدعوم من الغرب وهي فضيحة مثيرة للدهشة حسب تعبير الصحيفة لبلد يأتي في آخر مؤشر لقائمة منظمة الشفافية الدولية وقد تم سحب أموال الضريبة عبر شركات وهمية ودون أي وثائق تشير إلى الكيفية التي تم فيها تحويل هذه الأموال معي لمناقشة هذا الموضوع هنا في الأستوديو الكاتب والباحث العراقي أستاذ مازن التميمي ونبدأ النقاش بعد هذا حالات الفساد في العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة إذا نجدد التحية بضيفي هنا في الأستوديو الكاتب والمحلل للسياسي العراقي أستاذ مازن التميمي أستاذ مازن مليارات دولار ونصف من خلال حسابات لشركات وهمية تحول ليس من حسابك أو حسابك أو حساب حتى شركة خاصة تحول من حساب ضريبة الدولة ميزانية الدولة في معظم العالم تأتي من خلال مصلحة الضرائب السؤال كيف يتم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين الحقيقة في العراق ليس شيئا مستغربا لأن سياسة النهب والفساد منذ اللحظة الأولى الذي انبثقت به هذه العملية السياسية والتي أساسا جاء بها المحتل أبر كل الحكومات هذا التقرير قد يكون أكثر فضيحة من تقارير سابقة في كل الحكومات المتعاقبة موضوع الفساد والنهب المنظم الحقيقة تشير إلى تقارير دولية كثيرة وراح أضرب مثل ليس بعيدا يعني حتى فترة من الفترات أحد المصارف الكبيرة في بغداد اللي هو مصرف الرافديا في منطقة الكارادة تعرض إلى سرقة بوضح النهار واللي قام بعملة السرقة هم حماية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في وقتها فإذن موضوع الآن هذه العملية الكبيرة التي تم طيب لكن هذه مختلفة عندما تحدث عن بنك خاص أو مسؤول مثلا وجدوا في بيته أو من خلال صفقات مشبوهة ربما البعض يقول أن الدولة لم تستطع لأن تحقق بمثل هذه السرقات أما أن يتم تحويل وسحب أموال الضريبة بهذا الحجم الكبير جدا دون علم الدولة فهو مرحب للإستغراب لا أستاذ جمار الدولة لها علم وبتوجيه من الدولة لأن أحد الأطراف الذي حاول أن يسد الموضوع أو يحاول أن يلفل في الموضوع كما يقال هو شخص قريب من رئيس الوزراء يعني يقال مدير مكتبة بدليل أن هذه العملية تمت بموافقة رسمية لكن غير معلنة وإلا دائرة الضرائب كيف يختفي مليارات أو أرقام بهذا الحجم كيف يعني دون أن يبدأ التحقيق مثلا في كل الدنيا ممكن مبالغ بسيطة هكذا تحول لشركات لم يتم التدقيق عليها لاحقا يتم استدراكه نعم ولكن هذا المبلغ الضخم يعني لم يكن لدى الحكومة من الوقت حتى تنتبه لهذا الخلال لا الحكومة منتبهة ولكن الذين مع الحكومة قاموا بهذا الفعل يعتبروها صفقة القرن وبالتالي هو هذه ينبغي أن تكون بهذا الشكل اللي تمت وأنا أكد لك أنه حتى الشخص اللي في المطار اللي وجد عنده يعني ديهرب مليارين وخمسمائة ألف دولار وجدت مع شخص على ما أذكر ذكره في أوكالات الأنباء العربية أو العراقية اسمه نور جاسم أو نور زهير جاسم وهو شخص قريب من مكتب رئيس الوزراء اللي هو مصطفى الكاظمي والذي هو يشير إلى هذه العملية هيئة الضرائب إذن هي مو مشاريع طب هي في تفاصيل أخرى يعني غير لذكرتها القاردين لديكم أنتم في الأوسط العراقية نعم من هي تلك الجهات اللي أخذت هذه الأموال الجهات اللي هي محصورة في مكتب رئاسة الوزراء اللي هو تحديداً مصطفى الكاظمي ومدير مكتبة وأيضاً وزراء سابقون متورطون مع هذه الشبكة التي تدعى أنها شركات وهمية مو شركات يعني قبل يومين أو ثلاثة في أحدى القنوات الفضائية السضافة وشخصيات كردية اعترفت بأنه آسيا سيل للأرقام تم إعفاءها من الضرائب بمليارات مقابل رشوة يعني هي واحدة من الشركات نعم أحد الشركات نعم أحد الشركات دفعت أكثر من مئتين مليون دولار من أجل أن لا تحاسب ضريبياً أو لا تلاحق قضائياً لأنه عليها ديوم لكنها لا يمكن تسوية بينها وبين الدولة إذا كانت وضح النهار أفراد أفراد متحكمين استفادوا من هذه الصفقة والدولة أعلنت أنها بريئة من هذه العملية طيب الآن الحكومة العراقية الحالية هل يمكن أن تفتح هذا الملف بكل شفافية وتحاسب المتورطين؟ أبداً أنا في تقديري هو أصغر حلقة الآن في العملية السياسية الحالية في المجلس الوزراء هو رئيس الوزراء الحالي لأنه هذا الرجل جاء بقطار الإطار الذي يقوده نور المالكي وهو وزير رئيس وزراء لنور المالكي ولحزب الدعوة تعديداً هو كان وزير في حزب الدعوة أيام ما شكلت حكومة المالكي لا يستطيع أن يفتح لأنه كل الأجهزة المرتبطة بالوزارات متورطة بهذا الفساد فبالتالي لن ولن يفتح نعم على مستوى الإعلام يسوقون ستنفتح لجان وستكون هناك تحقيق وسنضرب بيد من حديد لكن أين هذا الذي ألقوا القبض علي في مطار بغداد ومعه هذه المليارات أين هم الذين سرقوا سابقاً كثير من المؤسسات وكثير من الأسماء برزت إلى السطح متهمين بهذه السرقات أين هو منها نعم سيعلن الرئيس الوزراء الحالي بأنه سيضرب بيد من حديد ولن يسمح للفساد أن ينتشر وسيعاقب ويعاقب لا بالعكس هذه أكثر وزارة بها زعماء ميليشيات أصبحوا وزاراء والآن هي معرضة للنقد أكثر من سابقاتها لأنه تشكيلة هي نفس التشكيلة التي كانت في الحكومات السابقة سيد السوداني أين كان في ظل رئيس الوزراء الحالي في ظل حكومة الكاظمي هو أحد قيادات حزب الدعوة وهو كان وزير في زمن قبل الكاظمي في زمن حيدر العبادي حيدر العبادي ووزير أيضا ما قبل حيدر العبادي ولذلك هو إيجابي توافق هذه الأحزاب على أن يكون هو على سدة الحكوم على اعتبار أنه الإطار التنسيقي شكل أكبر كتلة بالبرلمان فهو مرشح هذه الكتلة لا كنت أشير لي أنه هل كان غائبا عن المشهد نحن لا نشير الاتهامي بالطبع ولكن نشير لأنه هل هو نفسه يعني يتفاجأ بمثل هذه السرقات الكبرى لن يتفاجأ أي مسؤول بالحكومة العراقية الحالية والسابقة مسألة الفساد أنت الآن حتى في التقرير أنه تشير أنه المنظمات الدولية تعتبر العراق الآن في تسلسلة في الفساد بالمئة وسبعة وخمسين يجيب رقم على مستوى العالم وشير تقارير حتى إلى الأرصد اللي موجودة خارج العراق ومؤشر أزاء مالكيها وهناك خسيل أموال يقدر بالمليارات تحت غطاء شركات وهي شركات هذه فكيف يعني ابني الشارع العادي البسيط لم يفاجأ يعرف هذه الحقيقة فكيف شخص في هذا الموقع وفي هذا العنوان أن يقول أنه أنا متفاجئ طيب هل هذه جمهورية العراق التي بشر فيها الأمريكان يعني قبل حوالي عقدين من الزمن هل هذه الديمقراطية التي يريدها الشعب العراقي أستاذ جمال أنا كنت دائما أقول ويمكن على هذه القناة أمريكا كانت تريد للعراق أن يكون بهذا الشكل أمريكا عندما جاءت الاحتلال للعراق التقت مع عناصر لم يكونوا معارضين للنظام الوطني السابق كانوا معارضين للوطن فجاءت بشكل أشبه بالكونتراكت نأتيكم سلمكم حكم مقابلة تدمرون تشترطون تنهبون ونحن نوفر لكم الحماية ولذلك جاءوا هؤلاء مع المحتل وفق هذه الشروط أن يدمر البلد يسرق الفتن الطائفية أن يصبح العراق خارج المعادلة بعد أن كان لاعب أساسي في المحيط العربي والدولي أن يكون العراق يتحول من عنصر كان ناهض ورقم كبير على مستوى الأمة أن يكون على مستوى التعليم متخلف على مستوى الوعي متخلف ولذلك الآن نسبة واقتصادياً هل العراق بحاجة لمساعدات وهو يمتلك رابع أو خامس احتياطي أكبر احتياطي للعالم في النفط والآن أسعار النفط تضاعفت خلال عام ونسب لما لا يجد المواطن العراقي أثر هذه الأموال الضخمة التي تدخل من عائدات النفط لأن من يحكم العراق هم لصوص قالها حسنين هيكل الله يرحمه سألوا ما رأيك بالوضع العراقي قال بنك سطوا عليه مجموعة لصوص طارق عزيز الله يرحمه وزير خارجية في مؤتمر صحفي منتفس في التسعينات سألوا ما رأيك بالمعارضة ما يسمى بالمعارضة قال لا توجد معارضة وإنما مجموعة من السراق واللصوص هذا قبل 30 سنة هؤلاء ليس لديهم انتماء للوطن فبالتالي ما يهم الشارع العراقي الشعب مسحوق لأن من يحكم هم ناس عملاء وناس سراق طيب ولكن تتحدث عن 20 سنة مضت لأن ما هو واجب كل القوى الوطنية العراقية في إنقاذ وطنها ألا تنتفض لم ينتفض الشعب العراقي وقدم قرابين من الشهداء بانتفاضة سلمية وباعتصامات سلمية ماذا فعل العالم يتفرج على الدم العراقي يقتل أمام مرأة العالم آخر في 2017 طلعت انتفاضة في كل ربوع العراق 922 شهيد و42 ألف جريح هذه فقط خلال السنتين الماضية طيلة السنوات كان العراقيين الشرفاء والقوى الوطنية تعمل وبجهد غير اتياجي من أجل أن توضح للرأي العام العالمي أن هذه العملية التي جاء بها الأمريكان وهذه النخبة التي تحكم خطفت العراق وسلمته إلى إيران ماذا فعل العالم أين هو النظام العربي الرسمي من القوى الوطنية العراقية هذا السؤال وجهه لك أنتم كعراق مقاومة وطنية عراقية هل تحدثتم إلى الدول العربية تحدثتم إلى السعودية التي تعلن أن إيران تتدخل نعم نعم كل الدول معظم الدول العربية وبما فيهم السعودية وشرحنا هذا الموقف وقلنا أنتم تقولون إيران مصدر للإرهاب نحن مستعدين كعراقيين وكرجال قادرين على أن نجهض المشروع الفارسي ليس في العراق وإنما في المنطقة مثل ما حصل في أيام الثمانينات عندما أرادت إيران أن تتمدد لكن كان كسد خارج يمنع هذا التمدد ماذا قالوا لكم لن يفعلوا شيئا لأنهم يقولون دائما هذه الحملية محمية أمريكيا ونحن الغير قادرين على أن نزعل أمريكا وأمريكا هي من يحكم العراق وأمريكا هي من سلمت العراق إلى إيران ونحن مع الشعب العراقي ولكننا غير قادرين على أن ناخذ موقف متى ما تغير الموقف الأمريكي يكون النظام العربي الرسمي قادر على أن يساعدكم هذا هو ما كنا نسمعه من كل الأنظمة سواء العربية أو الدولية ولكن لهجة الحكومة العراقية مؤخرا تجاه إيران يبدو بأنها تغيرت هذه الحدة في بيانات الخارجية العراقية في الأيام الثلاثة الماضية عن القصف الإيراني الذي استهدف أراضي في كردستان العراق هل يمكن أن يكون مقدمة لسياسة عراقية جديدة مع إيران؟ هذا للاستهلاك المحلي ولدغدغة عواطف الشارع أو المجتمع العربي هذا باتفاق إيراني عراقي إنه نحن نقصف ونتدخل وإججبوا واستنكروا وصعدوا أصواتكم إلى السماء ولكن بالنتيجة ماذا؟ في كل أدوان وفي كل اختراق لسيادة العراق تطلع هذه البيانات ويطلعون من هذا الجهة حتى عملاء إيران ينددون لكن ما هو القبر؟ لا تزال إيران هي من تأتدي ولا تزال القرار السياسي لغاية الآن هو قرار إيراني من يحكم العراق هو إيران من يتصدر المشهد هم الرموز الذين يخضعون إلى إيران بالمطلق سيد الفاضل جزء من هؤلاء الحكومة قاتلوا مع إيران في الحرب القادسية الثانية وهو الآن هو على سدة الحكم هذا المحمد الشياء السوداني والعامري والمالكي هؤلاء كانوا جنود في فيلق بدر وغير بدر مع إيران وبالتالي عندما استلموا الحكم أرادوا أن يثبتوا الولاء إلى إيران ولاءهم أن ينهبوا العراق ولاءهم أن ينتقموا من القوى الوطنية العراقية أن ينتقموا أن ينفذوا مشروع إيران طيب هل هناك وصفة للخلاص كما يقال من هذا المشهد الساوي في العراق نعم لابد للإرادة الخيرة وللحق أن ينتصر لا يمكن للباطل وللظلم أن يستمر إلى ملهاية نعم يستحق تضحيات والشعب اللي ما يقدم تضحيات لا يستطيع أن ينيل حريته العراق سينتصر والشعب العراقي سينتصر رغم أنه المعركة غير متكافئة مع من يقود الحكم في العراق مليشيات مدججة بالسلاح جيش مليشياوي حكومة بالمطلق تخضع إلى إيران إضافة إلى الدعم الإيراني الدعم الأمريكي الغطاء الدولي لكن مع هذا الشعب العراقي قادر على وسينتصر بإذن الله لأنه الشعب العراقي مؤمن إيمان مطلق أن الاحتلال يجب أن ينتهي ويجب من يحكم العراق أن يكونون عراقيين ويجب أن تنتهي إيران وستقبر في العراق إن شاء الله وأنا واثق والعراقيون تاريخهم يشهد بذلك مازلنا تميمة الكاتب والمحلل السياسي العراقي شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك